بينما ظهر السخط الشعبي من فشل سياسات التحالف العربي في المحافظات المحررة وأجندته الغامضة وبين سيناريوهات توسع دائرة الصراع في اليمن ودخول أطراف إقليمية جديدة تتصاعد الاحتجاجات في المناطق الشرقية وبالتحديد إقليم حضرموت صراعا تحت يافطات السيادة والثروة بعد قضية سقطرة التي فجرت أزمة حقيقية ومكشوفة بين التحالف وبالتحديد الإمارات وبين الشرعية تصاعدت بعدها الأحداث في المهرة اتصاما واحتجاجات ضد التواجد السعودي الذي اتهم بتعطيل مصالح البلد وانتهاكه لسيادة اليمنية وخروج مسيرات منددة بإنهيار العملة في المكلة تردد شعارات مناوئة للتحالف العربي وتمزق صور زعم دولة الإمارات تمتد الاحتجاجات وأصوات الرفض للتحالف اليصل إلى محافظة شبوة نفطية اجتماعات قبلية وسياسية ترفض سياسة التحالف العربي والفشل في إدارة المناطق المحررة الاحتجاجات في المحافظات الشرقية تأخذ شكلا وطابعا جديدا وتبدو كما لو أنها صوت ولد من رحم المعاناة متمسكة بالشرعية ورافضة للتحالف الذي تقول إنه يستهدف سيادة البلد ويقوض الشرعية وقبل هذا وذاك ترفض انقلاب الحوثيين على السلطة والملفت أيضا في احتجاجات المحافظة الشرقية إفرازها قيادات مؤثرة شعبيا بعيدة عن أطراف المرحلة ولها علاقات وارتباطات إقليمية جعلت من إمكانية دخول قوى إقليمية جديدة في الصراع اليمني ممكنا ففي المهرة برز الشيخ علي بن سالم الحريزي وفي شبوى عاد اللواء أحمد مساعد حسين والإثنين يتهمهما من قبل الإعلام التحالف بالتبعية لعماني وقطر الشيخ علي سالم الحريزي هو وكيل محافظة المهرة سابقا وقيل من منصبه بعد التزعمه لإحتجاجات الرافضة الوجود العسكري السعودي في المهرة وأصدرت قوات التحالف مذكرة اعتقال بحقه ونفت بعد ذلك إصدارها المذكرة أما في شبوى التي تحاول قوات النخبة المدعومة من الإمارات فرض سيطرتها عليها عاد اللواء أحمد مساعد حسين وهو من القيادات السياسية التاريخية في الجنوب تولى مناصب عديدة وكان من أبرز القيادات المتصارعة في 86 ويتمتع بتأثير واسع في المحافظات التي تعتبر من أهم المحافظات النفطية في اليمن وشن مساعد هجوما على التحالف والشرعية واتهم الطرفين بتدمير شبوى من دون إصلاح ولم يساعد في تنمية شبوى مؤكدا أن على أبناء شبوى إدارة محافظتهم بدلا من أن تعتمد على صنع أو عدن مع تصدر الحريزي وبن مساعد موجة السخط الشعبي المناوئ لسياسة التحالف العربي في المحافظات البحررة والمتهمان من قبل إعلام التحالف بالتبعية لعمان تكون الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في المحافظات الشرقية بين التعبير عن السخط الشعبي الرافض لأجندات التحالف الغامضة وبين اتهاما بتلقي الدعم وخزمة الأجندات الخارجية عمانية بالتحديد اشتركوا في القناة